بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الحديث في برنامج من أحكام القرآن الكريم واليوم نتكلم على الآيات من قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إلى قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا أربع الآيات فقوله تعالى ليس بأمانيكم الأماني جمع أمنيه وهي ما يتمناه الإنسان والتمني لا يحقق شيئا بدون العمل قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يقول يقول الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وفي هذه الآية يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني على الكتاب فالأمر ليس حسب ما يتمناه الشخص أو الأمة أو المجموعة من الأفراد من الأماني التي لا حقيقة لها ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى حينما يدعي كل واحد أنه هو الذي يحصل على السعادة وأنه هو المقدم عند الله عز وجل بدون عمل يؤهله لذلك فاليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلى غير ذلك من أمانيهم الكاذبة فالله جل وعلا نفى هذا كله فقال ليس بأمانيكم ليس الأمر بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب فلا يحصل بالأماني شيء من المحبوبات واندفاع المكرهات بدون عمل يحقق ذلك ولا يكون العمل محققا لما يتمناه الإنسان إلا إذا كان عملا صالحا يرضاه الله جل وعلا مما شرعه على ألسني أنبيائه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال من يعمل سوءا يجز به سواء من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من أي نوع من البشر من يعمل سوءا والسوء هو العمل غير المشروع وأشده الشرك بالله عز وجل وأدناه صغائر الذنوب في هذه الآية أن الله جل وعلا أخبر أنه من يعمل سوءا سواء من المسلمين أو من أهل الكتاب يجز به لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا ولما نزلت هذه الآية شقت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم من يعمل سواء يجز به لا أحد يسلم من شيء من المخالفات وهذه لا يهتدل على أنه يجز على كل مخالفة ولو صغرت فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسكون ما يجدون فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسليم والإيمان وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ثم بيّن أن ما يصيب المسلم في هذه الدنيا فإنه مما يكفر الله به خطايا حتى الشوكة يشاكها وحتى إذا أصابه الهم والغم فإن ذلك مما يكفر الله به عنه خطايا في هذه الدنيا وثم قال تعالى ولا يجد له أي من يعمل سوءا فإنه لا يجد له من دون الله أي غير الله وليا ولا نصيرا يدفع عنه هذه المجازات فليس له ولي يحقق له ما أراد من أقاربه وأصدقائه وليس له نصير يدفع عنه ما يكرهه فإن الدار الآخرة ليس فيها مناصرة أحد لأحد ولا أن أحدا يجلب نفعا لأحد في الدار الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شانوا يغنيه فلا أحد يحقق له ما يريد ولا يدفع عنه ما يكره في الدار الآخرة ولا يجد له من دون الله وليا يتولاه ولا نصيرا يدافع عنه ويحميه بل سيواجه عمله الذي قدمه في هذه الدنيا ويتلقى جزاءه من الله سبحانه وتعالى وهذا مما يحفز المسلم على المبادرة بتصفية حسابه في هذه الدنيا فيتوب لله ويستغفر من ذنوبه ويصلح أعماله وفيه تهديد للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في أنهم سيواجهون يوما لا يتخلصون فيه من عاقبة أعمالهم السيئة مقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات هذا المقابل من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من يعمل من الصالحات من هذه عامة من يعمل من الصالحات سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب يهود والنصارى ولا يكون ذلك إلا باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإمام بهم واتباعهم والعمل بشريعتهم وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق عمل الصالحات إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين ولأن دينه نسخ الأديان السافقة ورسالته عامة لجميع الإنس والجن فلا تكون الأعمال صالحة إلا إذا كانت باتباعي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من يعمل من الصالحات أي الأعمال الصالحة ونؤجل بقية الكلام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر